موسيقى كنحافة النساء يعني بعد الولادة والنساء بعد سيندياس هي العلائين وش نحافة ولا سمنة كنحافة المصابين بالسكري وكذلك بدانة المصابين بالسكري كنحافة النساء يعملون مثلا بدانة كنحافة كنحافة السكري فعموما فالجسم خلقه الله سبحانه وتعالى يتغدى وهو جسم مخلوق من مادة ويتغدى بالمادة يعني الأكل والماء والهواء كذلك الأكسجين يدخل في المادة جعله الله يحيا على هذا الشكل وعلى هذا الناموس الكوني ثم هناك أشياء روحانية أو روحية غيبية وهي الأشياء التي تتعلق بالجانب النفسي أو الجانب المعنوي للشخص وكذلك له تأثير نلاحظ على أن الأشخاص هذا العامل نفسي قد ينقص من الشهية مثلا أو قد لا يكون هناك امتصاص جيد فعلى أين هناك نحافة التي تكون عند الأطفال خصوصا الكهول يعني ليس شيء غير الكهول ولكن تقريبا من 12-14 سنة إلى 24 سنة خصوص بعد بنيات لكي يتعقدوا من هذه النحافة هذه فهناك يكون نقص الوزن ناتج عن عدم امتصاص أو عن عدم الراحة النفسية على الخصوص أو عن اجتماع العامل نفسي مع العامل المادي أو العامل الذي يحدث هذه النحافة فهو تسمم يعني نلاحظ على أن مثلا الأطفال مثلا والبنات على الخصوص اللي كيكتروا من الحلويات ومن المشروبات الغازية كتقطع لهم الشهية الخصوص كيكونوا في توتر مع الدراسة ومع العياء فكيكونوا ما كيف يفقدوا الشهية وما كيكونش عندهم امتصاص يعني من الناحية النفسية كيف يفقدوا الشهية ومن الناحية المعنوية كيف يفقدوا الشهية من الناحية المادية أو العضوية هذه الأطفال هادوما كيمتصوش لجسم ديالهم كيكونش عندهم امتصاص لماذا؟ لأن هناك كابحات الامتصاص أو مانعات الامتصاص على مستوى القولون وهي الأشياء الموجودة في المشروبات الغازية وفي الحلويات يعني كثرة أنا أتكلم عن كثرة عن الإفراط يعني التغيان في هذه الأشياء لما يعني تغى هذه الحلويات أو المشروبات على الأكل العادي أو على يعني النظام الغذائي اليوم العادي فهنا هذه هي النحافة الآن التي تتمتل أكثر من تلت النحافة الموجودة الآن ثم هناك نحافة التي تنتج عن المذخنين نحافة المذخنين مثلا خصوص الأطفال أو الرجال اللي كيدخنوه كتكون عندهم نحافة لماذا؟ لأن هذه السجارة تقطع الشهية تكون حالة نفسية مضطربة وكيكون عندهم نقص في الفيتامين السي ونقص في كثير من الفيتامينات لأن الدخين يعمل عنها وهذه الفيتامينات طبعا هي الأنزيمات هي التي تعمل في الجسم اللي كيكون نقص في الفيتامينات كيكون الجسم مريض لأنه بدون محفزاتهم وليكاتاليزر يعني بدون محفزات أو بدون هذه الأنزيمات لا يمكن للجسم أن يأخذ الطاقة أو يأخذ هذه المكونات دير البينيا خصوص البروتينات من الجسم وأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابي ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم بيتليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله لا كل شيء قدير فهذه الأشياء التي تجي للناس خصوص على الأقل يعرفون من جات لك الإنسان ولتسبب فيها وأغلب الأحيان هي الإنسان كيتسبب في هذه الأشياء فكيكون نمط العيش دياله ولا وقت الأكل دياله مغير مضبوط الأشياء التي يأكل مبقاش عارفة يعني الناس الآن يأكلون أشياء يجهلونها مئة في المئة ومع ذلك يأكلونها لأنها حلوة أو لأنها عندها وحد نكهة أو مدق شيد أو خصوص الأطفال الأطفال الآن ميالين لهذا المدق الحامض والمدق الحلو والمدق المالح وهذه الأشياء اللي عندنا مشكل حتى ليرتفاع الضغط عند الأطفال يعني أن الملح الآن تركيز الملح موجود في كل المكونات الصناعية منهم هذه البطاطس المشوية منهم الأشياء مقرية فعلا معلبة مصنعة هذه المكسرات منهم الأشياء مثلا نقانق فيها هذا الملح منهم أجبان فيها ملح منهم هذه الأشياء فهذه هي اللي يعني نفرقت بين النحافة التي تكون نحافة يعني من جراء نمط العيش يعني عندها أسباب تعود إلى نمط العيش هو السباب لكثرة هذه المتبطات وكثرة هذه المانعات ديال الامتصاص اللي تكون في الحالويات خصوص المكونات اللي كيحلوا بها هي الأسبارتام السيكلامات الطوماتين لازوسيلفات مواد صناعية هذا كل من المواد اللي كيحلوا بها الصناع هذه المواد طبعا كتكبح وهذه يمن ديور الناس اللي عندهم سمنة لأنه كيتكلموا على سفر كالوري يعني ما بدون كالوريات هذه لأنها لا تهضم ولكن هي تحبس الفيتامينات وكتبلس تحبس الأملاح المدينية فعلى مستوى القولون مقادئة نعم هو خفف خفف يعني لا يهضم وليس هناك كالوريات بما أنه لا يهضم لأنه إذا كان يهضم فأعطي كالوريات الشخص ما ليس بمى كثيرا هذه أشياء مكتوبة لا تفهم فهذه النحافة الثالثة نت في الطفال هناك الأشكjar الحالويات والمشروبات المقليات يعني البروكسيدات كذلك والميلانويدات يعني هذو الميلانويد اللي كنين في الحالويات اللي كنين حتى في المقليات هذو هما كيحبسوا الهضم في المعيدة لأنهم كابيحات ديال كيموتريبسين وكيموتريبسين ما كيخليمش يخدموا في المعيدة طبعا الطفل ما كيلقاش يعني الطاقة كافية ماشي يكون الجسم دياله مبني ثم أنك هناك نقص من تناول المكونات الغنية بالبروتينات اللي هي القطاني ماشي اللحوم قطاني كنلاحظوا على أن الأطفال مثلا فهذا الأعمار ديال من 14 حتى 24 قليل في نكي تناولوا القطاني يعني الحمص لعدس الفولو حنا كنا تكلمنا على الدور ديال القطاني في بنيات الجسم لأن 25% بروتين بيكين في القطاني وفيهم أملح معدنية من حمض الفوليك وحمض الفوليك هو اللي كي يسهل طاقة ماشي ياخد طاقة من هذا كشي لأكلنا فهذه الأشياء نلاحظ على أن نمط العيش لما تغير ولا فيه كثرة الحلويات والمشروبات الغازية والمقليات قلوا فيه القطاني والخضر والخشاش الأرض كذلك هذو الفلافونوية غن تكلموا عليه من بعد دور ديالهم كذلك على مستوى القولون فهنا كين نحافة هذه نحافة التي يشوفوها الناس عدولادهم وعدبناتهم هذي ممكن كين نحافة التي تجي عن الناس الكبار شوية هي نحافة كتكون راجعة لسوء المتصاص أو سوء الهدم وكتكون راجعة للكتينات واحد المكونات اللي كينين في التغذية اسميتهم للكتينات ربما علي المعمر الناس قد يسمعوا أي نصيحة عن اللكتينات لأن علي هذه نصائح مدققة وذي البحث العلمي وهذه اللكتينات موجودة في جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى على الأرض كين هنا فواصل دموية لمنها الأول أو البي والأبي وكين طبع الإنسان هل هو أصمر أو أحمر أو أبيض أو أو يعني طبع الإنسان توكي يدخل في هذه المسائلة دي ثم هناك وقت تناول هذه الأشياء فهناك تجتمع كتولي عوامل معقدة جداً ما قدرش نعرفه ما غاليش ندخله لهذا الميدان لكن نعود إلى الأشياء العرضية يعني في المقدمة يعني كما تفضلتي في المقدمة هناك أشياء عرضية فهذه الأشياء العرضية يكون هناك طفيليات في الأمعاء نعم وهذه الطفيليات من التي تكون في الأمعاء كتجف في الأمعاء كتولي كونستي باكيج الماعي ما كيبقاش عنده هذك الليوميار ديالو اللي كنسميه إحنايا نعم كتتقلص وكيجف هذك القولون ما كيبقاش الامتصاص فهذه كانت معروفة يعني حتى قبل الطب كانوا الناس اللي كيشوفوه مناحفين تقولوا عنده طفيليات عنده حناش هذه كانت معروفة يعني حتى قبل الطب كانت معروفة يعني دائما هذك المشكل ديالو طفيليات وكذلك كيمكتل واحد عشرة حتى الخمسة عش فيلمية من الأشياء مناحفة الآن خصوص عند الناس اللي باقين صغار شوية هما كتكون عندهم هذك المشكل ديالو طفيليات ثم كين بعض الأمراض الأخرى اللي الناس مواليها مغادينش يأخذوا الوزن العادي اللي هي الإسهالات المزمنة الحادة اللي هي مثلا إسهالات كرون وإسهالات ديال القولون العصبي عليين كولوباتي فونكسيونال ومنها الأرسياش ولقع هذ أمراض القولون للناس كتكون عندهم واحد الإسهال مزمن دائم ما كيأخذوش المكونات الكافية للجسم ثم طبعا كيكون فهذا الوزن كيبقي العب دائما على المحور ديال الماعدة أمع ما بين الماعدة والأمع ملي كتكون الماعدة جيدة كيكون الأمع أمراض ملي كيكون الأمراض الأمع زياني كتكون الماعدة عيانة كيكون الهضم عيان عموما هناك فواصل دموية عندهم منتوجات كتزيد في الوزن ديالهم حال فاصل دموي مثلا أه اللحوم كيزيدوا لي في الوزن ديالهم يعني كيغلطوا لأن الفاصل الدموي أه هو نباتي ملي كيأكل اللحوم كيغلط ما كنت مشكلة إلا خاد اللحوم زيانين طيبين ما يكونوش مشوي يكونوا طيبين بالماراق مع الخضار ما توابيل بحل خرقهم البلدي وزيت زيتون مثلا هذا كيكون نظام دياله جيد ولكن ما يجمعش الحلويات مع هاد النمط يعني حسو ينقص بعد ذلك الكابيحات دياله ثم هاد الفاصل الدموي أه هو نباتي ولكن لازم يكون الأكل دياله فيه الحبوب اللي تكلمنا عليها سابقا اللي الحلبة والكروية يكون بعض الأشاب حزاتر الأكل ملي كيكون فيه الحلبة الحلبة كتسهل الهضم يعني فيها واحد هورمونات وفيها أنزيمات كتسهل الهضم ولذلك الناس كلهم كيقول الحلبة كتزيد في الوزن لا الحلبة غير كتسهل الامتصاص ما كتزيدش في الوزن اللي كتسهل الامتصاص طبعا الوزن كيكون اللي جي فهذه ولكن حتى الناس اللي عندهم اللي عندهم سوبنام ممكن يأكلوا الحلبة هي ما تزيدش في الوزن كتسهل الامتصاص ممكن يكون شخص على حيميا أو يكون يأخذ الحلبة الحلبة والحبوب كلها حبوب الكتان والسيمسيم زنجلان والحلبة والحبرشاد كذلك هذا كلهم يكونوا في الأكل لكي يستفد الجسم من هذا الأكل يعني هم هم أصدقاء القولون لأن البروبيوتيك هم الذين يعودوا توازن القولون لكي يكون امتصاص جيد لكي الوزن يعود ليس غير الوزن الوزن وما يترتبع وزن والتوتر العصبي ودقات القلب والأنيمية لأنه الذي يكون نظم الوزن ناقص غالبا ما تكون فقر الدم غالبا يكون مشكل في الأمان أكيد معنى الامتصاص هو كل شيء ثم هذا الناس الذي يدخنوا على الأقل يعدون الجسم حيث توقيعوا نقيا توقع جيدة لآخر علام النبات يجبون من النبات لأنه يكون لديهم نقص في الفيتامين C والك ووف توقيع نقص في الاذيران B يعني خصوص السي الاذيران يكون نقص من المدخنين الاذيران يجبغد الاذيران مه否 من المواد الغذائية ينقص الاذيران كيف ينقص الاذيران والذيران الجسم عرض للسرطان أو مهوف ولذلك الناس الذين يدخنونه هو النقص للفيتامين السي والفيتامينات المضادة للسرطان هو الذي يسبب السرطان بعض المرات مجتمع مع التدخين يجعل الجسم معرض أكثر هذا هو الذي يجعل الجسم جيد وعليين كيف مكان الحال في إسلامنا هذه الأشياء منبوضة كل ما هو خبت في الإسلام كل ما يضر بالصحة والصحة أمانة على الشخص ولذلك هذه النحفة كانت كما في المقدمة جاء النكينين لهذه النحفة تجيء على إيتر حيمية خالينا نكمل الآن مع الأشياء العرضية التي يكونوا طفيليات وبعض الأمراض في الأمع هنا دور السؤال هل يكون فرط في الغدة الدرقية؟ نعم الهورمونات كلهم ليس غير الغدة الدرقية يكون مع المشكلة الهورمونية حتى لانسولين حتى لانسولين لانسولين عند جوجة المسارات إما تعطي سمناء أو إما تعطي نفاء على حسب الضبط في الجسم على حسب الفيزيولوجيا الجسمية فهنا نعم الغدة الدرقية عند الألم عند المشكلة للألم وعند المشكلة للضبط الوزن لان هذه الغدة الدرقية تتعطي الهورمونات التعيسات والتيترواتيكات هذا يعني لاتيروكسين لانسولين الذين يحيطون الغدة يعطيهم الطبيب لاتيروكسين يأخذوه لان خاصة تبقى في الجسم والجسم يمكن أن يعيش بلاتيروكسين لان دقات القلب والميتابوليزم يعني هذا الجسم يخدم بهذه الغدة لان الناس اللي عنده من الأتيروكسين ناقصة ومع الصباح لا يستطيع أن يوقفوه يعني يسبحوه في هذه الحالة يعني لا يستطيع أن يوقف يكون عيان ويسخن ويتخلع يعني يقول له عنده أشياء أخرى يعني هذا الشخص اللي يعيشه ما سيأكل طبعا سيكون الوزن دياله ليس غير الوزن سيكون الجسم دياله كله متضهور حتى دقات القلب غد يزادوا وغد يعدوا مشكلة وحتى النوم لأنه النوم مرتبط بالنظام الغذائي والنوم عنده علاقة مع السمنة ولا النحافة يعني الأشخاص مثلا لكي يصهروا كثير لا أظن أن يعني غدين يكونوا نحيفين 90% ديالناس اللي كي يصهروا كثير وكي النوم دياله مقليل وكي يكون خصوص النوم متأخر كي يكون رقاق يعني كي يكون وزن ناقص هو أكيد اللي غدين يبغي نحافة ولكن ليس نحافة ديالجمال ولكن ليس خصوص ينزل على واحد المستوى لأن واحد الوزن يعني ما يكون الشخص يكون عده 160 ويوزن 35 كيلو يعني هذا هو مريض يعني ماشي أما إذا كان يوزن 58 أجيد عليهم هذا يكون نقص بأحد مزيان جيد يكون أحسن يكون نقص نعم فهنا نزيد ونتكلموا على الأشياء الأخرى هذه المشكلة للنحافة هو بعض المرات تأتي على إيتر حمية إما حمية لصاحبها هو المسؤول خاصة يعرف بأنها دائما تصرفات الإنسانية التي تطيحوا في بعض الهافوات فنكملوا واحد دقيقة من بعد لا أتفضلت نستقبلوا المكالمات هذه الحمية مخص الإنسان يقهر نفسه كذلك الإفراط والإسلام جاء لنا لا ضرر ولا ضرار يعني ما تهلكش نفسك ولكن لا تفرد في الأكل ما تعطيها أجتني أكثر من لازم هذه داخلة في أذب الطعام وداخلة كذلك حتى في حماية النفس من هذه الأشياء ولذلك أنا لا أظن أن النازل الآن سيعملوا شيء هذا أنا لا أظن ولكن على أين كيف مكان الحال فأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعيش فوق الأرض بسلام وخلق له كل ما يلزم أنا أقول كل ما يلزم من علاج من دواء من غيطاء من فراش من كل ما يلزم باش ما يحاش الله في أي شيء يعني فذواء لذلك ممكن أن الإنسان يعيش بسلام إذا اتبع هذا يعني هذه التعاليم الربانية لله سبحانه وتعالى موسيقى 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 موسيقى